منذ طفولته وحتى أصبح في الثانوية العامة كان أيمن من الأوائل والمتفوقين دراسيا وكان يحافظ على صلاته في أوقاتها ولا يعرف إلا المذاكرة وطاعة والديه حتى أتم امتحاناته في الثانوية العامة وقد وعده والده بشراء سيارة له إذا ما كان من الأوائل بعد الانتهاء من الامتحانات بدأ أيمن رحلته مع الإنترنت فأصبح ليلة نهار جالسا أمام الكمبيوتر يتبادل الأحاديث مع أصدقائه وصديقاته على الفيسبوك ومن خلاله تعرف على مجموعة من أصدقاء السوء غيروا نظام حياته فأصبح يتأخر عن الصلاة ثم انقطع عنها كما أصبح لا يهتم بوالديه ولا ببرهما وتدهورت حالته الصحية بسبب السهر حتى الفجر وتدخينه وتعاطيه لبعض أنواع السموم حتى يثبت لأصدقائه بأنه من الأقوياء كل هذا تم خلال شهر واحد ومرت الأيام وظهرت نتيجة الثانوية العامة وحصل أيمن على مجموع بنسبة 97% وانتظر عودة والده لتحقيق وعده له بشراء السيارة وفي هذا اليوم علم الأب وهو في عمله بنتيجة ابنه وعندما عاد للبيت استقبله أيمن بجملة واحدة وهو شبه نائم أين السيارة التي وعدتني بها فابتسم الأب واحتضن ابنه ثم أخرج من جيبه علبة بها مصحف وقال لابنه خذ هديتك رد أيمن في غضب شديد بعد كل هذا التعب تعطيني مصحفا ثم ألقى بالمصحف في وجه أبيه وقبل أن يغادر المنزل سب أباه وقال لن أعود إلى هذا البيت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما توفي الأب من الصدمة في نفس اليوم الذي خرج فيها أيمن من المنزل وبعد عدة أسابيع ندم أيمن على فعلته وقاطع أصدقاء السوء وعاد إلى بيته فوجد المصحف في غرفته ملقى على الأرض كما كان والعلبة مفتوحة فتحسر على ما فعله وأراد أن يقرأ بعض الآيات فإذا به يفاجأ بأن المصحف ما هو إلا علبة وداخلها مفتاح السيارة التي كان والده قد وعده بها فانهار أيمن وقام بتحطيم جهاز الكمبيوتر وهو يبكي بكاء شديدا وبعدها أصيب بشلل من هول الصدمة ومن ندمه على ما فعل وعلى تسرعه في الحكم على والده ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا سيدة توفي زوجها وترك لها ولدين في عمر الصبا فعملت ممرضة بإحدى المستشفيات وقامت بتربيتهما وتعليمها حتى تخرج الإبن الأكبر من الجامعة والأصغر كان في سنته الثالثة بالكلية وفي خلال هذه الرحلة اضطرت لرهن بيتها حتى تستطيع الإنفاق عليهما ولكنها لم تخبر أحدا بذلك إلا عندما قرر ولدها الأكبر التقي والبار بها السفر للعمل خارج البلاد فطمأنها بأنه سيعيد البيت لها في أقرب فرصة وبالفعل بعد عامين تم إعادة البيت فكتبت الأم البيت باسمه وأخبرته بذلك دون علم شقيقه الذي تخرج من الجامعة وقرر الزواج دون أخذ رأي أمه أصيبت الأم بالسكر واحتاجت للرعاية فتركت العمل وجلست في بيتها مع ابنها وزوجته ولكن زوجة الإبن لم تتحملها هي ولا ابنها حتى وصل الحال بابنها وزوجته أن يرمي الأم في حجرة تخزين الطعام فلم تتحمل الأم وطلبت من ابنها أن يغير هذا الحال فقال لها بكل قسوة لا يوجد عندي أفضل من ذلك وبعد أيام قليلة علمت جارة الأم بوضعها فعطفت عليها وجهزت لها غرفة مفروشة وأخذتها في بيتها وبعد أسبوع واحد هدد الإبن جارتهم بأنه سيشتكيها خوفا على سمعته فحرصت الأم على جارتها وعادت مع ابنها الذي وضعها في دار للمسنين ولم يزرها أو يتصل بها لمدة ثلاثة شهور وعندما تتصل الأم به لا يرد عليها اضطرت الأم للاتصال بولدها الأكبر وأخبرتهم اضطرة بما حدث فقال لها سأعود بعد ثلاثة أشهر وسوف أرسل لأحد أصدقائي مبلغا لشراء شقة وتنتقلين إليها فرحت الأم كثيرا ودعت لولدها الأكبر أن يحفظه الله ويديم عليه نعمة وأن يهدي ولدها الأصغر حتى لا ترى فيه مكروها انتقلت الأم إلى شقة ولدها الأكبر وعند خروجها طلبت من مديرة دار المسنين أن تخبر ولدها الأصغر إذا سأل عنها بأنها ماتت وقد اتصلت بك كثيرا ولم ترد عليها وبالفعل أخبرت الدار الإبن الأصغر بوفاة أمه فحزن حزنا شديدا بعدما تذكر رحلة شقائها معه وأخيه وكم كانت تجوع وتمرض من أجلهما ولا تشتكي أو تهدأ وعلم أن الشقاء والفقر الذي حل به وبزوجته كان بسبب مغادرة أمه البيت وهي حزينة عاد الإبن الأكبر وذهب لأخيه وطلب منه مغادرة البيت هو وزوجته لأن هذا البيت أصبح ملكه بالأوراق وأنه لا يستحق العيش به ولو دقيقة فبكى الإبن الأصغر واعتذر لأخيه وأخبره بأنه كان سيطلق زوجته التي كانت السبب الأكبر فيما حدث لأمه إلا أنه تراجع عن قراره بعد أن وجدها حاملة وبعد أن بكت وعرفت خطأها في حق أمه وأقسمت لو أن أمه عادت للحياة مرة ثانية لخدمتها بنور عينيها بعدما علم الإبن الأكبر بالتغير الذي طرأ على أخيه وتوبته وندمه على ما فعله والتزامه بالصلاة والقيام وقراءة القرآن والدعاء المتواصل لأمه هو وزوجته أخبره بأن أمه لم تمت وأنها تعيش معه في شقته الجديدة وأخذه وزوجته لأمه وعندما رآها أسرع وقبل قدمها وحملها وطار بها فرحاً ففرحت الأم كثيراً برؤيته وسامحته وزوجته التي قبلت رأسها واعتذرت لها كثيراً وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً وعال